أعودت ياسمين عبدالعزيز لزوجها أحمد العودي وبالتليل تابعنا كلنا خلال اليومين اللي فاتوا حلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس وشفنا تأثل ياسمين عبدالعزيز وبكاءها الشديد لما سألتها إسعاد يونس عن أحمد العودي وقالت ياسمين أنا مش بحب أحمد العودي أنا بعشقه وكملت كلامها وقالت لما حبيت أحمد اكتشفت إن أنا ما كنتش بحب قبل كده وإن أحمد أول حب في حياتي وكنت فكرة إن اللي قبل كده ده كان حب ولأ ما كانش حب لإن الحب الحقيقي هو أحمد ووقتها كلنا تمنين إنهم يرجعوا البعض وفعلا من دقايق قليلة أعلنت رشا سامي العدل عودة ياسمين عبدالعزيز لزوجها أحمد العودي ونشرت بوست على حسابها على الفيسبوك قالت فيه الناس الأفاضل اللي قرروا يقولوا إني أعلنت رجوع الجميلة ياسمين عبدالعزيز حضراتكم هو من السر أصلا لو ركزتم بس هتعرفوا إن الخبر انتشر من قبل ما أنا أنزل بوست أقول للناس ما يهجموش ويتكلموا وحش عن اتنين زميل أكني ليهم كل الحب والإحترام اتنين أجدع من بعض ربنا يحميهم ويحفظهم لبعض وكلنا طبعا بنتمنى لياسمين والعودي حياة هادية مستقرة ويكون فعلا خبر رجوعهم لبعض خبر حقيقي ويأكدوهم بنفسهم والحد هنا يكون الفيديو انتهى إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد سليم ترجمة نانسي قنقر